السلام عليكم أخواتي الغاليات إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير أشخباركم كده أنا ولداتكم وعائلاتكم وإن شاء الله يدخل عليكم هاد الأيام المباركة بصحة والسلامة ومزيد من الطاعات والرزق الوفير إن شاء الله الأخوات اللي كيبغوا يخدموا توكلوا على الله وحتى واحدة ما تقول ما عنديش الكليان بزاف الأخوات كيقولوا لي ما عنديش الكليان كل شي هاد الشي قعلي كتشوفو خدم في لي كوموند وخدم في أي خدمة كما كانت في الأول ما كيكونوا لا كليان ما تكوني لا معروفة وزيد على ذلك بزاف الأخطاء كنا كنوقعو فيهم حال من حاجة كتخسرو ترجعوها الجن بش حال يعني توكلوا على الله أخواتي ذاك شي كل عادي كتجيبوا السلعة وكتقولوا شكل يغايد ديها ولكن إن شاء الله ذاك شي لمقسم لكم الله غادي غادي يجي اللي ياخدوا وغادي إن شاء الله تديرو كليان خاص يكون غير الإتقان وتكون الجودة وتكون الخدمة أنقية وما يكونش نهائيا التلاعب في هكا ديها السلعة اللي كتدخلوا في الخدمة ديها لكم وإن شاء الله قاعد البنات اللي كيسولوني على الأتميناء غادي تضربوا حسبكم إن شاء الله وتعرفوا شنو اللي يمخرجكم وابقوا تسولوا بحال هكا أنا كنجاوب على قدر المستطاع قاعد الأخوات اللي كيسولوني في الخاص على الأتميناء أشي نهار إن شاء الله غادي ندير لكم الأتميناء قاعد باش كنخدم أي حاجة وطريقة قاعد باش كنحسب حتيانا يعني وخاكي يكون واحدة من ماشي تابت كل مرة كي تبدل على حساب السلعة اللي كتقدوا مهم غادي نعطيكم الطريقة ديها إن شاء الله في شي فيديو خاص باش كنخدم هاد شي كام اللي كتشوفوا سواء من هاد الحلويات المعسلات اللي كومونت ديال الطياب كل شي كل شي داك شي اللي بغيتو إن شاء الله توكلوا على الله الأخوات اللي عندهم قناة راه القناة كتساعدها كباش تعرفكم على الناس ولي ما عندهم مش بحال مثلا صفحة في الفيسبوك أو لا انستغرام أو لا واتساب المهم حتى هاد المواقع راكي يزيدوا يعرفوا بالخدمة ديالكم هنا هاد سلعة خديتها باش ديال الخدم معه وتاني خديت اللوز اللوز رومي هو باش كنخدم شباكية وخديت هاد المارغارين وخديت الروح ديال الزهر وهاد اللي كتها هاد واحد القابسة ديال اللي كت اول هاد الباكية هادي باش عجبوني ما شيدك نوع البيض اللي ضخيه كيتقطع غير كي يلحقوا لما كيتقطع هذا وبعدها كي يبقى وحتك تسالي الشغل ديالك من نسبة لهاد خديتها بمية وعشرين اولى مية وثلاثين درهم فيها ميات حبة والقياس ديالها هو الام ديالك موين ملقيش صغار بزاف وماشي كبار وبالنسبة احتل هادو نوريكم واحد صفايات خديتهم هادو باش كناخدو باش كنهزو الشباكية هكا وهادك باش كنهزو من الزيت وهادو بالنسبة لهادي را عشرين درهم هادك اللي صفراء يعني باقي ما عرفش شحالي انه كان يلا حطهم وصافي وخديتها مازال ما قليح تنقول لك شحاله هادو التمن ديالهم 680 هادي صغيرة شوية والاخرى اللي كبيرة عليها 840 درهم وكينين منص صغيرة على هادي حتى اللي كبيرة جا يعني واحد سيري تقريبا شي خمسة ولا ستة الاحجاب زوينين ديال اينوكس هانتو ما بالنسبة لهادو اخديتهم باش نخدم باهم هكا شباكي لانه هنا بديعو تاني في الخدمة ديال ديال المعسلات اللي بغوا المنتجات ديالي اولا اه المعسلات ايضا سلو كان سلو مقوام كان لي فيه اللي ما فيش سكار كان بتاح لاوت كان دخيق ديال زميطة او لذاك المقلي اللي كان قولولي الزراع مقلي اه شنو اخر كان كل شي يعني لقي حركة تلقوها عندي في الواتساب او لغة تلقوها في صندوق الوصف اه سيف طوليا في الواتساب في هذا الرقم هادا ان شاء الله وخما كان جاوبش في نفس اللحظة لان مع هانتو ما شتورة كان خدم هكا هادلي كوموند وبزاف ديال خدمة اخرى يعني احتى لما جاوبتكم مش في لك اللحظة اخواتي راف الليل اه كان جاوب جميع البنات بالنسبة هنال العسل الى بغيتو هي نجح معاكم دائما الحمض ما تنسوهش اني الى انسيتو الحمض راكيت كيولي مشي لانسيتو حتي لكان قليل مثلا حمضة ناشفة ولا را كيولي كيبات وكيبقى كيدر ديال القشرة بحال السكور هادا راهي الله تفيت ليه شوفو انا راه كان تقل عسلها برا باقي سخون مليا غادي يبرد غادي يولي تقيل بزاف كان عمر جوج كوكوتات كان ديرها كان دير جوج ديال كوكوتات واحدة كان دير فيها اه 4 كيلو ديال ساندة وجوج لليتر ديال الماء وجوج حمضات والكوكوت الاخرى اللي صغير عليها شوية كان دير فيها جوج كيلو وليتر ديال الماء وواحد الحمضة صافيو كيطيبو خمسة واربعين دخيقا وكان بقى كنجمع في واحد جاملة كبيرة حتى كنجمع تقريبا طيبتش عشرين كيلو ديال ساندة هي اللي خدمت اولا اللي طيبت دابا باش عاوتاني نخدم بها ان شاء الله وهدا اللوز اللي غادي نصوب به العقدة عندي لي كوموت ديال كعب غزال ولي كوموت ديال البريوات ثلاثة كيلو ديال اللوز كان غسلوه مزياني لاخوات اللي كيتشكوه من العقدة كتجيهم شوية اللون ديالها مغموق شوية اولا كتكون بحالي لا ما صفياش اللون ديالها مشي ذاك اللون اللي مفتوح ونقية غرها غير من القشرة ديال اللوز كان غسلوه بالماء عادي بحال هكا والغسلة الجوجة اولا ما اللي كان غسلوه المرة تاني كيكون لما دافي واحد شوية باش يطلق لنا ذاك اللون وكتبقوا كتسربوا هكا باش ما يبقاش ليكم اخواتاتي ما يشربش ليكم الماء هانتوما هدا راه دا في غرش ويا مش يسخن هاي دا في فقط عادة بغادي نديرو في الماء في واحد نجرة يكون الماء غليان حتى كي يجي داك الماء طالع كي يغلي عاد كنحط اللوز باش هكا ما يشرب ليناش الماء وما يدوش واحد لو قطويل باش ينشف نصوبوا العقدة هانتوما هاد المادة براه يالله بدا كي يغلي وحطيت فيه واحد الكيميا لانا ثلاثة كيلو كتيرة غلي نحط قريبا واحد جوج كيلو هنا يغير واحد شوية غير نكمل هكا في الحطان كي يجي يطلع كله الفوق كتجربوا بيديكم هكا اللي تقشرت اللي كتلقوا هصافي بدا كتتقشرت كتحيدوه بسرعة باش هكا ما يشربش لينا الماء وياخد لنا واحد المدة طويلة باش ينشف ومن بعد كي يولي كي يطلق لنا الزيت هلا بقى واحد مدة طويلة طويلة كي ينشف راكم عارفين كي يبقى كي يطلق لنا الزيت في العقدة بسر غادي نحيد هذا ونحط هذيك الكيميا اللي بقات بنفس طريقة صافي وعود غادي نقشروه هو بقي سخون ما تخليوش تايبرد لانا كي يعود كي ينشف وكتعود تلسق عليه القشرة اولا ديروه في بلاستيكا كنت شاركت معاكم واحد تدبيره ديالا دكسا شي ديال الخضراء كتوصلوه مزيان وكتحطوه كتبقاو تفرقوه هذيك طريقة كتسهل عليكم التقشار ولا كتديروه في واحد توب اللي كي يكون نقيو كتفرقوها كاعد كتبداو كتعزلوه المهم كتديروه اسهل طريقة باش غادي تقشروه بسرعة قبل ما غادي انشف ليكم لانا الان شوف كتعود تلسق فيها القشرة ديالو ثلاثة كيلو كنديرليها كيلو ومئتين قرام ديال سكور ساندة ودوك القراءات ديالروح الزهر ليشتو كندير كل كيلو بقراءة يعني هذي ندير ثلاثة وصفي وغادي نديه القراءات ما زهر كندير معي ونديها باش غادي نطحنوا ان شاء الله وبالنسبة لكل يد ديال الناس مازالة الحمد لله مستمر رفاد ليكم وندهادو كان نرسل كل مرة يعني ذاك الشي اللي لجمي كلها بعد المرات ثلاثة اربعة المهم كان ندي الناس ليكم وندها لهم الآمن احتهما وهنا بغيت نغسل البطوط شكرت الاخوات اللي قالوا لي ذاك النهار ما بينش البرودوي ها هو اخوتاتي باين اسميته بانج هاد الكتب هدي بانج كيدير ثلاثين درهم وراه زوين بزاف ما فيه لا رحة ما كي يوكل في اليدين شريوه يعني الاخوات ذاك الفيديو اللي كنت شاركت معاكم بزاف الاخوات قالوا لي يا ما بينش بزاف اول ما بينش مزيان في الصورة زا ما كنشاركو معاكم تقريبا من السنة اللي فت ودي ما كنخدم به بحل هكا وكنشكره لكم صفي انا يحسب لي وش الاخوات زا ما صفي عارفين اسمية ديالو ولكن لقيت بزاف ديال التعليق وحتف الخاص قالوا لي يا عفك صوره لنا او لا اكتبي لنا اسمية هو هدا بانج اسميته بانج وكيدير ثلاثين درهم وراه تلقوها في اي هر يمشي سوليه موجود وما فيش الريح الاخوات اللي كي يخافوا منه هو مش بحل ذاك الو هداك الو حتى هو زوين ولكن فيها رحم جيدة هو وكي يبقى كي يدق في اليدين هو الا استعملته اليدين ديركم كي يبقوا كي يأكلوكم هذا اللا هذا بحال لا يعني ما فيه ما كي اضطرش على جلدها كي يبقى يحرقكم وما فيش داك الغاز او لذك داك الريحة اللي كتكون مجهدها صفي غسلت به البوطة كان نغسل به هاد الموسه هاد ولا هوت كل شي كي نغسله به كي يرجع كي يشعل يوصفي البوطة هاد الايام راكم عارفين كات العسل بعد المرات كان نخليها كتكون كتير بحال هاد يدير فيها جوة اربعة كيلو بعض الاحيان ما نكون كندير شي حواج اخرين كان لقاها راسة في بعض المرات كانت فيضليها وتفضل غير شوية هي وكتعودوا تشعلوا البوطة كيتحرق ذاك شي اللي كان فوق البوطة عليها كان غسله وشتوها بذك الطريقة كالبوطة يعني بحالة موس خبزة وهي رغير تكشي ديال العسل وهاد شي ديال الخدمة وتاني هاد الايام هادي ها انتم ما شوفوا الحمضة اللي درت لكل جوج كيلو كندير حمضة كبيرة وتكونوا متأكدين انها ما نشفاش الى نشفة راها كتكون ما كيكفيش وك يبقى كيتحجر لنا اولا كي يولي لنا بحالة سكار لعسل ديالنا كنت شاركت معكم واحد الفيديو شحال هادي فيه جميع المعلومات ديال العسل يعني لا دوز لكم طيب بزاف وفيه الحمض دياله فيه كل شي كتلقوه دير بحالة الجاجة اولا بحال ديك المصاصة هادا كتزيدوا فيه كاس ديال لما سخون اولا غليان طالق سبولة وكتد فيه شوية كيطلق كتحركوا بالنسبة لما شحال كتزيدوا على حساب على حساب القوام دياله واش قصح بزاف وشوية ان تحكموا في ذاك الموال لكن يكون طيب اما الى كان كما قدلكم لقيتوا فيه سكار من الفوق ما تلوحوا الموال وكتبقوا كتقطعوا عتاني واحد الحمضة كبيرة وتديروه فيه وكيطب وانتم كتحركوا وتخليوا عتاني يطب للمرة الثانية را كيولي عسل ناجح مئة في المئة ما كان زيد فيها نحت حاجة لقرفة لحت حاجة يعني ذاك شي قاية الموكيهات في هذه الشباكية والبريوات كان نخدمونا بهذا الطريقة هادي ها هو لطرق ثاني بالنسبة بحال هادي ملي كان شعليها را ك لا إذا أصد حتى الجابة الحاجة من المالا قادرة يمكن ان يتعلمها تعلي ولان فانت أين قديم بالنسبة للحوان سوف الحاشة وحوان لسوف السفوف الق tarja الم oppression hugly قارد عائلopa و هذه الصفوف كنسفت في امانة كندير هنا كل هاد الباكية ديال الجوطة كندير فيهم وره البنات ره ما حطتهم هنا حتى مسحتهم كاملين عاد بديس كنخدم بيهم رمشي جبتهم ديركت من الباكية وبديس كنخدم بيهم هكا يعني كل حجرة كنمسها عاد كنستعملها واحتى الشباكية احتى هي كنف هادي ديال الكيلو والناس اللي كيبغوا بزا فر كيجيبوا ليسطل بحال 5 كيلو ولا 4 كيلو اللي فوق ولا ركيجيبوا ليسطولة ديالهم يوانا اخواتي هاد الخدمارة غير المونتاج اللي كيبقى كيسر عاما حتى انا راه بحالي بحالكم ركنا نخدم غير شوية وكان ملين عياحة انا كان بقى نحط داك شيعو تاني حتى نرتاح واحد الوقيت شوفوا صفوف ديالنا ما شاء الله ما تلقوش ديك الزيت اللي كتكون لتحت كان واحد النوع ديال سلو كيكون طالق الزيت اللي تحت يعني ما مخدو مش مزيان ومكترين فيه الزيت هادا هنتو ما كتشوفو كيجي معلك وذاك الاسفل ديال داك هاداك البنيو ديال اللي دايرها فيه ركي يكون ناشف من تحت يعني القياس دياله وهي شباكية بنسبة الاخوات عوتاني غادي نطيب الشباكية عوتاني في هاد اليومين هادي ان شاء الله غادي تكون موجودة البريوات البشنيخة موهم اي نوع ديال المعسالات ما كان طيبش بزاف كاتبقاليا يعني كان طيب واحد شوية حتى كتسمشي والحمد لله دا برا كاني نقاع لي كوموند قبل ما غادي نطيبها يعني صغير نخدمها يدي والناس ديالهم غادي عوتاني نخدم واحدة وخرى بحال هكا صافي اي واحد بغا شي حاجة سواء من المنتجات سواء من هادو تواصلوا اختي في الرقم را هكا نجاوب أنا اللي كان جاوب غير بعض الاحيان الاخوات اللي هكا تعطلت عليهم كنكون ايما خدمها ضروري في شي وقتها كنحيدة عوتاني لكون يكسوا يقاع من تيليفون باش هكا نخدمو عوتاني شوية لانه ما يمكنش نبقى عوتاني هكا مقابل غير تيليفون را ما غاديش يكون عوتاني اللي يخدم اول عسل ما شاء الله را بقي ما باكش يعني دوز هنا تقريبا واحد ساعتين ولا تلت سواء عصافي ما بقاش سخون ولكن بقي شوية دافي من اللي برد را كيكون قاسح على هكا هو باش كنخدم المعسالات باش هكي بقى لاسق فيهم وكما قلت ليكم را خطمت قريبا واحد عشرين كيلو ديال تشكرة ما كان ديرش ديك عشرين كيلو كلها في estouجرة وكان قد يبقى كما كان درو بزاف ديالاخوات الحلويات كندرو عشرين كيلو تليقوا إننا حققا دائما كان حققا دائما كان هكذا préparتيا كان خدم بربعة كيلو عفواًج� باكية وما باش كان خدم وصافي كان حط قول لانا ربما تكنوا حدا اللي تصني له إما تحرقات إما وأوقع عشيه مشكله همانت قد� heals فيربعات وربعة كيلو حتى نكملوهم تنجرة كبيرة ما زال ما جربتش نطيب 20 كيلو في تنجرة كبيرة بوحدة ان شاء الله شينار غادي نجربها هي اكيد ما غادي يوقع عليها أولو غادي تجي ناجحة بحالها بحال هادي ولكن انا كنفضل نبقى نطيب بربعة كيلو نبقى نجمعها في واحد القاملة قادية نصوب معاكم دابال كيك من بعدها بالنسبة لهذا القياس ديال هذا الكيك هذا او لهذا الخليط غادي خرج ليه 12 12 ميني كيك بحال شكل اللي شفتوه يحتاج لها ثلاثة البيضات اللي كيكونوا دائما في حرارة المطبخ يعني يكونوا غير خارجين اللاجة ورشة ديال الملح وكاس قل الاربع ديال ما يكونش عامر بالسفل كاس قل الاربع كاس قل الاربع كاس تولوتين ديال الكاس وكي تحصلوا على واحد تعليق اللي كي تكون بحال جنواز جوج معالق ديال موربة ديال المشماشة وصافية كان بدأوا نستمروا هكا في الخلط وحنا كان دائما باش يجينا خليط ديال الكيك ناجح نبقى نديرو هذا القياسات اولى هذا المقادير واحدة وروا واحدة بشوية وحنا كان نخلطه بشي يدخل فيه ندرت ايضا كاس ربع ديال الزيت زيت نباتية القياس ديال الكاس هو الكاس ديال العنبة 150 ميليليليتر زيت ايضا كاس عنب ديال الحليب ومعلقة ديال هذا الفاني بودرة الفاني كيفما يمكن ندروا ذاك الكيس ديال الفاني ذاك سكور فانيلا هو اللي نديره وكن نخلط بهذا الشكل صافيم اللي كان نخلط هاد السوائل كلها على هذا الشكل ضروري دائما الخل واحدة مع القاة صغيرة ديال الخل هي اللي كترد لنا الكيك ديالنا دائما هشيش الخل زيته في اي نوع ديال الكيك درته اي شكل ديال الكيك صوبته يديرو فيها الخل يجي يعطيه واحد لحشاشة في القوام دياله وبالنسبة للخميرة هنا كل جوج بيضات كنديرو كيس ديال الخميرة الحلويات انا درت هنا ثلاثة قادي نزيد واحد شوية غير شوية ما تكتروا باش ما يفيدش لنا هذك المحتوى ديال ذاك اللي يمول هكاك إلا كتكون الخميرة كتيرة راكي يفيد وما يبقاش على ذاك الشكل اللي بغيتوا انتم ما تحصلوا عليه بالنسبة للدقيق غادي نعبرو معاكم هنا درت جوج ديال الكيسان تكتغمرو عادي بالمعالقة هكا وكتمنسحوه والكاس الثالث هنا انتم ما تشوفوا ما غاديش نكملوه بالنسبة للخالط كيكون قاسح شوية على ديال المول الكبير كيف ما كيكون عاو تاني ما كيكونش عاو تاني قاسح درجات هذوك اللي كابكيك اللي كنصوبوا ذكر كيكونوا قاسحين بزاك هذا اللي انتم ما شوفوا القوام دياله ماشي مطلوق وماشي ايضا في نفس الوقت قاسح هنا صافيا بعد ما خلط هذا الخالط سنضيف واحد الكيمياء ديال حبيبات شوكولاتي هي اللي اعطتنا ذاك اللون اللي شتب حال شكل من مره هكا في الكيك تقريبا تقريبا ديروا واحد جوج مع القكبار عمرين مزيان وصافيا هنا بالنسبة لهذا اللحظة هذي راشعلت الفران بده كي يسخن قدرتوه على مية وثمانين فوق والتحت حتى غادي ندخل هذ القواليب ديالي وغادي نقول لكم ان شاء الله كيفاش طريقة ديال الطياب هذي ندهن المول ديالي بالزبدة هنا دوبتها شوية لانها راها باردة ودوبتها شوية باش كي يصلاح ليا ندهنها بسرعة دهنو بالزبدة ورشو دقيق ويمكن تخليوه هذي شكل هكا هما مكا يسخوش وفي نفس الوقت راه الزبدة دائما تعطين لدها كل لون دهبية في الكيك ديالنا حسن هي حسن من الزيت صافيا تحاولوا تعمرو ما تعمروه هاش حتى يعني كلها لان لانا توا ما غادي نوريكم في الاخير بقى لغير واحد شوية ما ما بغيتش نزيد واحد لمولاخر صافيا اكتفيت بها 12 ولكن دابتشوفوا مليطة بتصراهجة وشو حدين طالعين بزاف باش ميجيوناش طالعين على الاطار لانا غادي نقلبوهم نعمرو هذيك الحفيرة ديالهم وصافيا ندخلهم دابال فران غادي نطفي له الفوق يبقى شعر غير من التحت درجة الحرارة 180 اخدالية تقريبا غادي ياخد ليا واحدة 15 شتا العشرين دقيقة صافيا كي يطيب طريقة دياله باش يجيكم ذاك اللون دهبي في الوجه ديال الكيكا دائما الناس اللي يجيهم ذاك اللون يجيهم مذهب وما محروقش من التحت كتخليوها حتى تكمل طيب ديالها في الفوق اللي كتشوفوها صافي من الجواني بديالها محمرين كتشعلوه الفوق وكتعطيكم هذي اللون هذا شوفو ما شاء الله ناجح هذا الخاليط 100% وشوفو ردهم عيالبال هذو اللي طالعين هكا يعني انا بغنا نقلبوهم باش نعمروهم هذيك الكيمياء اللي زيت هي اللي اعطتني هذي الناتجة هذي مني يبهن لكم هذي ده بيلق البنهر ما ديش تكون وقفة غادي نعطيكم الحل الاجاكم هكا تطالعوا بغيسوا يتعمروهم من من هذيك الحفيرة ديالهم غادي ناخدوا واحد سكين وغادي نحيدوا هذيك الفائض لي كيكون مقوبة بهكا ما يخليش ديك القاعدة باش نوقفو عليها الكيك هنتو ما رباينا هنا يا كتحيدوا غير شوية هذيك هذي الطريقة كندلوها دائما لأي كيك درناه كبير او لها حجم عائلي وطلع لنا وبغنا نعمروهم من الوجهة الاخر ديالو اللي كيكون فيه ديك المول العاجيب ديك الحفرة ضروري كتحيدوا هذي القياسة كبش جيكم مقدف لحطه ما يجيش عوج وذيك الكريمة او ذاك الخليط اللي قدرت فيها غادي يتزلع لكم في الجناب صافي طريقة سهلة و بسيطة ولكن كيما قلت لكم ذاك الخليط يعني غادي يخرج لنا 13 لقطة عماشي 12 انا هذي كتح الاخرى فرق سعلي و مجا طالع صافي دبا غادي ندوز معاكم نصوبوا الكريمة در نسل لتر ديال الحليب وفي الحقيقة هذي القياسة غير ربوع لتر كافي لان شاط ليه الكريمة أخوة اللي بغوا يديروا ذاك شي قياس ديروا ربوع لتر ودرت جوج معالق ديال السكور وغادي نضيف الكاكاو البودرة ديال الكاكاو كيف ممكن تديروا ذاكو الأكياس وهنايا غادي ندير واحد ملعقة ديال الميزينة هاولا نشط دورة ونزيد الملعقة التانية شوفوا را ما عمرين شبزة فكاية بالنسبة لهذا الورق هذا عندي ميزينة والكريم والكريم شونتي كلهم فاد العلب هذو كيتشابه وكندير واحد ذاك الاسم ديال كل حاجة نحطها في واحد الورقة هكا من ذاك الورق ديال المطبخ لي نستعمل الفراد ونضعها باش نبقى نفرق بناسهم وما يتخلطوش ليها هكا ذاك الفاتيسير وهذاك الحاجة اللي بتوستعملها وتلقوها هي هي بعد ما اغليت الخاليط ديالي وانا كنستمر في تحرك احنا غادي نضيف شوفوا سبعة ديال القطاع ديال الشوكولات ممكن إلا ما بتوش تدير الشوكولات تدير واحد العلبة ديال الياغورت ديال الشوكولات وواحد معلقة صغيرة ديال الزبدة تهي كتعطينا واحد اللمعة لها الكريمة ديالنا وهو صافي هو سخون كنبقى كنعمر في هذه الحفيرات اللي كتعمروا دائما الخاليط ديالكم هو سخون نرى الكيكة ديالكم او لأي نوع ديال الكيك كيزيد يمتص ذاك السخونية كتتعلك لنا او كتترطب لنا الكيك ديالنا وصافي هنا تزين كيبقى اختيار كتديروا اي حاجة بغيت تزينوا بها ادرت هنا يا ورقة ديال اللوز ايفيلي تأخذوا اللوز اللي كيكون صحيح بعد شكلها كا وكتزينوا شوية الفخون بوازع في تلاجة او لفل مجمد المهم كتديروا تزين اللي بغيتوا و اللي يعجبكم انتوما شوفوا هذه نقطة ديال ديال كحبيبات شوكولات اللي كانوا في العجينة شوفوا على اللون اعطانا جالكيك بحشكل ديال انمر فيها نقطة تكوح الجازوين بزاف وهنايا غدي ناخد شوية ديال هاد زبدة اللوتيس غدي نسخنها شوية في واحد الكسرنا ما فيها المسخون ونضيرها في هاد هاد اللي كان دير بهادوك الخطوط ولا تدير وغيف بلاستيكة وتقبوها وتدير خطوط فوق الكيك ديال كون بالنسبة لهاد اللوتيس هاد نضير وغيف الماء دافي وكتطلق ضغياء يعني بسرعة هي كتدوب ممكن تدير خطوط ديال كراميل ولا بشوكولات او لا بضانت يعني بأي حاجة ولا تخلي وقع غير بحال ذاك الشكل راهي يعني مزينة راسها براسها صافي انا غادي نضير بعض الخطوط من الجوانب باش هكا نزيدو زعم زيد هكا الشكل ديال هاي جيزوين غادي نضير هاد الخطوط هادو بالنسبة للمقادير غادي تلقوها في صندوق الوصف يعني مكتوبة بالترتيب انتوما أخواتي غير ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وبتشجيع دائما ان شاء الله غادي نصوب معاكم هكا اشياء تقدر تكون هكا اقتصادية وتبغيوها المنزل ديالكم وحتى لولدات ولداتكم وايضا الضيوف لما لا غادي نفتحها معاكم باش تشوفو كالجي خفيفة وهشة من الداخل يعني بحال البونج هاد الكيك هادا ناجح مئة في المئة حتى لو بغتو تدره في واحد المول اللي هو عائلي حجم عائلي را كيجي الديد وتعمره بنفس طريقة هكا كيجي الديد بزاف وناجح مئة في المئة وصفي هذا هو الفيديو ديال اليوم أخواتي نتمنى الاعجاب ديالكم وصلنا لنهاية الفيديو خليت لكم الراحة إلى اللقاء اشتركوا في القناة